بيرستاو والكلام والاجتهادات كثير جدا والبعد راح خياله الواسع والخيال العلمي قالك ده عنده اصابة مزمنة وهيقعد طول الدور الاولاني واحنا اصلا ما نعرفش دور يبدأ امتى عشان الدور اولانية خلاص امتى بس ايا كان اهم كلهم ناس محترمين وانيحترمهم يعني انتقاضات واسعة جدا في ملف بيرستاو الطبي وبعد كده فجئنا ان في جواب بوصل من الاتحاد الجنوب الافريقي ما يخص الحالة الصحية بيرستاو عاوزين نعرف الحقيقة عبر شاشة قوات النادي الاهلي ملف بيرستاو الحقيقة بالزبط اصابته بالزبط يعني هو يا الشيف طبعا انت عشان معانا وكابتن اسلام طبعا عارف برضو ان الصفقات الجديدة في النادي الاهلي بتعامل معاملة خاصة جدا يعني يعني ما فيش صفقة بتدخل الاهلي غير لما بنكون واسقين تماما طبيا ان هي ممتازة وان هي ما عنداش اي مشاكل طبية خالص دي نقطة النقطة التانية احنا في الاهلي احنا مؤسسة طبية احنا مش فرض واحد هو اللي بيشتغل احنا في برامج موضوعة في برامج محطوطة في خطوات استباقية احنا بنعملها دي مهمة جدا برضو في كل حاجة في الصفقات الجديدة وحتى في اللاعبين اللي موجودين معانا الحاجة التالتة الحاجة الاخيرة يعني اللي احنا بنعملها ان كل اللاعبين اللي جون في الصفقات الجديدة احنا عملنا لهم كل الفحصات يعني يعني فحصات ممكن نقول اشعات ورنين على الجسم كله فحصنا كل عضلة في الجسم فحصنا كل مفصل في الجسم عملنا تحاليل لكل حاجة ممكن تكون مؤثرة او تكون اه الاذى تدى اداء احسن او تكون اه 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 لو صلحناها هاتدي اداء احسن اولا كل اللاعبين انا عايزة اقولك حتى اللاعبين اللي راجعين من من الاعارات عملنا لهم نفس الكلام ده علشان نطمن ان الفترة اللي كانوا فيها في الاعارة ما كانش فيها اي مشاكل نقدر ان احنا نصطبق لو في اي حاجه تاني يعني اه الحمد لله للحمد لله كل الاصفقات بتاعتنا اه اه كلها ممتازة اه 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 بيرسي تو يعني اللي أنا عايزة أقوله إنه هو مش إصابة مزمنة مش إصابة قديمة مش إصابة هتسيب أثار بعد كده خالص خالص دي إصابة زي أي إصابة عضلية كان مع المنتخب في التمرينة اللي هي قبل أول مباراة قريبا كانت يوم اثنين تسعة شعر ببعض الألام في العضلة تضم في الرجل اليمين بلغ طبيب الفريق وطبيب الفريق كان رأيه بعد ما عمله التستات الطبية أو الاختبارات الطبية إنه هو دي ألام عادية ممكن ناخد مسكن وممكن نلعب بيها في الحقيقة في نقطة مهمة جدا إن كان بيرستاو كان هو حتى بيحكي لي الهيستوري وده اللي وصلنا برضو في الريبرت اللي جالنا من المنتخب الجنوب أفريقي إنه كانت الشاكوة بتاعته مكانش كبيرة قوي يعني ما كانش بيشتكي من ألام شديدة كان مع القوة برضو ما كانش فيه ألام شديدة فده اللي خلت يعني التعامل معاه كان يبقى بالصورة دي نحن ناخد مسكن ونقدر نلعب المباراة الأولى نزل لعب المباراة الأولى لعب تقريباً ستين دقيقة كان يعني كان كويس ما اشتكاش بعدها نزل لعب المباراة الثانية كان حوالي سبعين دقيقة كان بدأ الألام تزيد شوية بعد ما وصلنا بقى هنا بعد التوقف بتاع المنتخب بدأنا نعمل بقى إحنا الفحوصات الطبية بتاعتنا وبدأنا نعمل الأشعات اللي هي ما قبل اعتماد التعاقد واللي أنا عايز أقوله برضو إنه بيبقى فيه شرط من شروط التعاقد إنه لا يفعل إلا بعد اكتياز الاختبار الطبي ده مهم جداً يعني وده بيدينا راحة كويسة جداً إحنا بنعمل كل حاجة وبيبقى يعني رأينا في الآخر مهم جداً جداً يعني بعد ما عملنا الفحوصات بتاعته تبين بقى طبعاً إنه فيه يعني زي مزء خفيف في العضلة الضمة كان فيه بعض التجامعات البسيطة بحيث برضو إنه هو لعب عليها آه آه لعب عليها الفترة اللي فاتت برضو اللي إحنا عايزين نقوله لعب يعني كان عنده إصابة ولعب بيها طيب هو دي إصابة تكون يعني مزمنة أو إصابة جديدة أو كلام لا خالص خالص آه إحنا كل اللي إحنا عملناه أو دورنا إحنا بعد الكام يوم اللي فاتوا دول إنه هو تقريباً قضى عشر تيام قبل ما يجلنا آه بعد ما الإصابة حصلت إنه إحنا عايزين نمنع إنه يحصل أي تفاقم للإصابة وعايزين نمنع أي مضاعفات من الإصابة إنها هتحصل إنه يحصل تكلس في العضلة بسبب إنه إحنا معلجناش كويس إنه يحصل تلايف في العضلة بسبب إنه إحنا معلجناش كويس وده اللي خلينا ناخد الخطوات دي إنه إحنا نوقف طبعاً تدريبات ونبدأ إن إحنا نديله بقى حقاً بلازمة إنه إحنا نسحب شوية السوائل اللي كانت موجودة في العضلة دي والحمد لله أمور ممتازة النهاردة أنا عايز أقولك إنه هو في الفلتتش في الفلتتش بدأ التأهيل بتاعه آخر خطوة في الآلاج التأهيل؟ خلاص هو إحنا في آخر خطوات فعلاً إحنا إحنا دلوقتي العلاج التأهيلي بتاعه وبدأ إحنا طبعاً بنبدأ العلاج التأهيلي بالتماشي مع العلاج الطبيعي مش بنوقف مرحلة ونبدأ مرحلة لا اللي اتنين بيبقى فيهم مارج كده أو بيبقى فيهم اندماج فهو كان بيعمل حاجات ليه علاقة برضو بالقوة ليه علاقة بالحفاظ على العضلات النهاردة لأ بدأ جاري في الملعب النهاردة كان فيه شغل بالعجلة هيبقى فيه تطور يومي طبعاً شفناه بالسونار قبل ما نيجي المعسكر وكانت أمور التأمة العضلة ممتازة فوق الممتازة كمان يعني على غير المتوقع خالص فده إن شاء الله يخلينا حتى أسرع في البرنامج التأهيلي بتاعه ويعني أنا عايز أقول لك المتوقع إن شاء الله يا رب إن شاء الله خلال أسبوعين كده ممكن نشوف أخبار كويسة ونلاقيه معنا في التدريبات إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بالكلام الناس اللي بتقعد تكتب وتقول ده إصابات مزمنة وأصل الإصابات وتاريخ الإصابات بيجيب الكلام ده منين وهو الراجل المحترف في أكبر دوريات العالم إذا كان دوري الإنجليزي أو حتى البلجيكا مراح أو هو السوبرستار بتاع منتخب جنوب أفريقيا والله يا شيفي إحنا تعودنا في نادي الأهلي يعني تعلمنا من أساتذتنا وتعلمنا من الكبار عندنا إن إحنا مش أي حاجة بنرد عليها يعني كتير بيتقال إن فيه إصابات من اللاعبيين كتير بيتقال إن الإصابات ديات فيها مشكلة الإصابات ديات مزمنة بيظهر تاني يوم الحقيقة وبيظهر تاني يوم اللاعب في التدريبات وبيظهر الأداء بتاعه وهو ده اللي بيرد على كل الناس دي فمعلش يعني إحنا مش كل خبر هيطلع كل واحد هيطلع هنرد عليه إحنا بنشتغل الحمد لله عندنا زي ما قلت لك مؤسسة طبية في النادي الأهلي بيرقصها الدكتور محمد شوقي يعني مؤسسة على مستوى عالي جدا من التنظيم ومن الإدارة ومن الشغل ومن الاهتمام بأدق أدق التفاصيل ويا رب يكون النتائج واضحة يعني بتاعة الشغل والعمل والاكتهاد ده فما تلاقوش خلص يعني مفيش علاقة نهاية في علاج بيرستاو العلاج الطبيعي مع التأهيل الاتنين مستمرين فبإذن الله أسبوعين أو أقل يكون موجود في التمرين بإذن الله إن شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة